أهلا بحضراتكم بارح أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات العمل بشكل متواصل لاستكمال الاستعدادات الوجستية لإجراء الانتخابات الرئاسية وده كان خلال اجتماع عقادته الهيئة برئاسة المستشار وليد حمزة في إطار طبعا استكمال الترتيبات الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة خلونا نتكلم ونعرف تفاصيل أكتر من المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات معنا دلوقتي عبر الهاتف صباح الخير على حضرتك أهلا بك صباح الخير يا فندم بصباح على حضرتكم وعلى أستاذ المشاهدين أهلا بحضرتك صباح الخير على حضرتك يعني حبين حركة تكلمنا عن أهم الاستعدادات اللوجستية اللازمة والترتبات الخاصة بإجراءات أو بإجراء الانتخابات الرئاسية وأولا طبعا إحنا من يومين كنا عملنا بيان صحفي أعلننا فيه اجتماع مجلس إدارة الهيئة لمراجعة بعض المستندات الخاصة بالعملية الانتخابية والمستندات دي بتستخدم داخل اللجان الفرعية أو العامة بعضها أيضا بيستخدم داخل الهيئة نفسها برضو أعلننا أنه حاليا بنستعد لإعداد وتجهيز كميات الحبر الفسفوري اللي محتاجت أيضا في الانتخابات بالأمس تم توقيت الوكول مع هيئة البريد المصرية للاستفادة من انتشارهم الواسع في مستوى أنحاء الجمهورية على أساس أنهم يساعدون في نقل الهمات واللوجستيات الخاصة بالهيئة عظيم جدا إيه الجديد بقى يا فندم اللي عملاها الهيئة الوطنية للانتخابات لوصول الناخبين إلى لجانهم الانتخابية بسهولة ويسر ساعتك من المعروف واللي كان في المراحل السابقة أنه كان الناخب يقدر أن يدخل على موقع الهيئة الموجودة على الانترنت بيكتب بطاقة الرقم القومي باسمه كان بيطلع له المقر اللجنة اللي بنحاول فيه حالين إن شاء الله أنه نوفر تقنية حديثة خاصة بأنه يقدر يعرف اللوكيشن أو الموقع الجغرافي بتاعه ومن خلاله يقدر يعمل شير للوكيشن ويقدر يمشي من خلال موبايل يوصل لللجنة بتاعته عظيم جدا يعني هل كل العمليات الانتخابية خلينا أقول من بدايتها لحد النهاية هتكون تحت الإشراف القضائي يا فندم طبعا يا فندم مجلس إدارة الهيئة برضو سبق أن احنا صرحنا في بيانات سابقة أنه إن شاء الله القضاء متواجدون منذ اللحظة اللي احنا فيها اللي هي بنتكلم على الإعداد للجدول الزمني ثم وصولا إلى الانتخابات ثم الفرز على النتيجة فإن شاء الله القضاء متواجد بإشرافه منذ اللحظة الأولى حتى نهاية إعلان نتيجة إن شاء الله عظيم طيب إزاي بيتم التنسيق بقى مع منظمات المجتمع المدني مع وسائل الإعلام سواء كانت المحلية أو الأجنبية الموجودة في مصر لاستخراج طبعا التصريح اللازمة بالتغطاء حضرتك هذه المنظمات أصلا إحنا عندنا بعض المنظمات موجودة ومقيدة بالفعل ولها تصريح سابقة كمنظمات إحنا موجودين والهيئة موجودة والويب سايت عليه حاجة تخص تسجيل المنظمات إحنا بنرحب بأي منظمة محلية أو دولية عايزين يجوا يتواجدوا معنا أهلا وسهلا من خلال الشروط والتصريح اللي بيتم استخراجها من قبل الهيئة طب وحبين نتكلم برضو عن الاستخدام للحبر الفسخوري يا فندم في العملية الانتخابية هل هيتم تحديد الكميات والنوع المطلوب لضمان سلامة عملية الاقتراع طبعا يا فندم الكميات المطلوبة احنا بالفعل تم تحددها لأنه احنا طبعا هذه الانتخابات أكيد الأعداد المقيدة في جداول الناخبين زادت وطبعا عندنا جميع الاشتراطات الصحية المطلوبة والحبر الفسخوري هو أحد الضمانات الموجودة للناخب لأداء العملية الانتخابية طيب لو هنتكلم عن أهم القرارات بقى المنظمة الواجب إصدارها أو تفعيلها استعدادا للاستحقاق الانتخاب المقر والحقيقة القرارات دي يعني ان شاء الله بمجرد احنا قريب جدا قريبا جدا هنعلن عن الجذول الزمني وكافة المعيد الإجرائية احنا في المرحلة الحالية منذ فترة طويلة مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي بيراجع كافة اللوجستيات والعمليات المطلوبة ومنها بيعد مشروعات للقرارات الخاصة بالعملية الانتخابية وان شاء الله ستصدر تلك القرارات في موعدها وسيتم إعلام الجميع من خلال وسائل الإعلام طبعا بهذه القرارات طبعا يا فندم احنا بنرحب دايما بوسائل الإعلام في التواصل وهذه القرارات ان شاء الله سيعلن عن تحديد موعد المؤتمر ستقوم به الهيئة وتعلم فيه عن كافة الموعيد الإجرائية وفي اليوم التالي بيتم نشر هذا الجذول الزمني في الجريد الرسمي طب فيه بروتوكول تعاون يا فندم مع هيئة البريد حابين حضرتك تكلمنا عنه يعني كافة الاستفادة بإمكانيات هيئة البريد المصري وصياراته يمكن في نقل الأجهزة والمعدات والمواد اللزمة للعملية الانتخابية الخاصة طبعا بالانتخابة الرئاسية أنا كنت قلت في أول الحديث النهاردة أنه حضرتك يعني البروتوكول اللي تم توقيعه بالأمس ده بيعكس اهتمام أجهزة الدولة كلها بالتعاون مع الهيئة للقيام بمهمتها الوطنية الحقيقة باختصار البروتوكول اللي تم توقيعه هو الهيئة الوطنية تستفيد بالبنية التحتية الخاصة بهيئة البريد تواجدها في جميع أنحاء الجمهورية في المحافظات وفي القرى على أساس أننا أقدر أستخدم هذه الوسائل الخاصة بهم في نقل المعدات والأوراق وبالتالي هحصل على خدمة جيدة وسريعة عظيم سنة عن سنة يفند بنسعى دائما للتيسير على المصوطين سواء كانوا في الداخل أو في الخارج بالنسبة للخارج هل هيكون فيه جديد مثلا تسهيلات بالنسبة لهم أو إيه المقترحات حتى المقدمة الخاصة باقتراع المصريين في الخارج والله هو يعني اقتراع المصريين بالخارج أنا شايف أنه هو يعني الطريقة المتبعة هي طريقة طيبة مفهاش مشاكل فبرضو المجلس الإدارة بيبحث هذه الطريقة ولو فيه طبعا أي سلبيات فورا هنتغلب عليها عظيم كل الشكر لحضرتك طبعا ونكون فيه تواصل مستمر مع حضرتك لمتابعة كل ما هو جديد ولمتابعة القرارات التي تصدر من الهيئة الوطنية للانتخابات مع المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات شكرا جزيلا يا فندم شكرا جزيلا يا فندم